شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سين ما حكم صيام الاثنين والخميس جيم يسن صيام الاثنين والخميس تطوعا لحديث أبي هغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم والحديث الذي فيه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام ذاك يوم أولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه غواه مسلم سين ما حكم صيام تسع من ذي الحجة جيم يسن صيام تسع ذي الحجة تطوعا لحديث هنيد بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشورا وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس رواه أبو داود سين إذا صام المسلم تطوعا من الشهر ثلاثة أيام تطوعا فهل يسردها أو يفنقها أو غير ذلك جيم له أن يسردها في أول الشهر أو في آخر الشهر وله أن يجعلها الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو يجعلها كما يحفظ في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين من أول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه رواه النسائي سين ما حكم الاعتكاف في غير العشر الأواخر من قمضان جيم يجوز الاعتكاف في أي وقت ويسن في العشر الأواخر من قمضان فإن لم يعتكف في رمضان فيسن له أن يعتكف في العشر الأول من شوال وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكبه وإنه أمر بخبائه فضنب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من قمضان فأمرت زينب بخبائها فضنب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضنب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بغة نذن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال الله مسلم سين هل المرأة المستحاضة يصح منها الاعتكاف جيم نعم تعتكف المستحاضة بشرط عدم تلويث المسجد وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلان تجده سين هل للمعتكف أن يزوره أهله أو غيرهم جيم يجوز أن يزور أهل المعتكف المعتكف وكذا غيرهم لكن لا تكون الزيارة تستغرق زمن الاعتكاف أو أكثر ولكن تكون بقدر يسير ثم يذهب الزائر وفي حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر في قمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مع رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا قواه الشيخان سين هل يشتغط للاعتكاف الصوم جيم لا يشتغط للاعتكاف الصوم بل يصح بلا صوم لحديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بلد ذنك أراه البخيرين فقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالاعتكاف وكان هذا الاعتكاف بالليل والاعتكاف بالليل ليس فيه صوم لأن الليل ليس محل للصوم سين هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد كالمصليات جيم لا يصح الاعتكاف في غير المساجد لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد سين هل للمعتكف زياغة المريض وإجابة الدعوة ومتابعة الجنائز جيم ليس للمعتكف عيادة المريض ولا إجابة الدعوة ولا شهود الجنائز لحديث عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة سين هل المعتكف أن يباشر انبغاءته بشهوة أو مسها بشهوة أو الخروج من اعتكافه بدون حاجة جيم ليس للمعتكف مباشرة انبغاءة بشهوة أو أن يمسها بشهوة كما أنه ليس له الخروج من معتكفه إلا لما لا بد منه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس مرعة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه رواه أبو داود وفي حديث عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأغجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا قلت حاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا لم يتيسر له من يحضره له سين إذا جامع المعتكف زوجته أو جامع رجل زوجته المعتكفة فما الحكم جيم إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه سواء الرجل أو المرأة لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هذا وصلى الله وسلم وبرك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين